أعلن قائد سلاح المدرعات بالجيش السوداني تصديهم لهجوم جديد من قوات الدعم السريع وأوضح لسودان تريبيون أن قواته أوقعت خسائر كبيرة في صفوف القوات المهاجمة ومنذ نحو أسبوع وتتعرض قيادة سلاح المدرعات الواقع جنوبي العاصمة الخرطوم لموجات هجوم منظم من الدعم السريع ويتبادل الطرفان تأكيدات بالسيطرة على الموقع الاستراتيجي نفذ الجيش السوداني قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على تمركزات قوات الدعم السريع في مدن العاصمة الخرطوم الثلاث وأفاد مراسل الحدث بأن قصف الجيش الذي يعد الأعنف خلال الأسبوع الماضية طال نواحي المدينة الرياضية وأرض المعسكرات وقصف الجيش بالمدفعية من منطقته سلاح المهندسين في أمدرمان وسلاح المدرعات جنوبي الخرطوم مناطق شرق ووسط العاصمة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع أعربت الخارجية السودانية عن استيائها من تغريدة للسفير الأمريكي في الخرطوم تحدث فيها عن طرفين متحاربين في السودان وأن كلاهما لا يصلح للحكم ورأت الخارجية السودانية أن تعليق السفير الأمريكي جون جودفري لا يحترم الشعب السوداني كما اعتبرت أنه ينصب نفسه وصيا على السودانيين معتبرة أن تعليق السفير الأمريكي غير لائق ومخالف للأعراف الدبلوماسية كما رأت الخارجية السودانية أن جودفري تجاهل حقيقة أن القوات المسلحة تدافع عن البلاد وأهلها ضد ميليشيات الدعم السريع معتبرة أن تصريحاته تشجع قوات الدعم السريع على مواصلة جرائمها وفي تصريح خاص للحدث أكد رئيس حزب الأمة القومي المكلف فضل الله برمى ناصر أن عملية خروج البرهان من الخرطوم ستجد الدعم من حزبه في حال تمت بترتيبات وتفاهمات من أجل إيقاف الحرب وأوضح أنهم سيدعمون خروج البرهان إذا كانت أولويات الخروج إعادة بناء الوطن من خلال جبهة وطنية عريضة وحكومة انتقالية تعكس التنوع السوداني ومتوافق عليها من مكونات الشعب السياسية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني وقوى الثورة وفي مقابلة خاصة مع الحدث أكد المتحدث باسم الجبهة الثورية في السودان أسام سعيد أن بعض الأطراف السودانية تسعى لتشكيل حكومة تصريف أعمال ولفت السعيد إلى رفض الجبهة الثورية تشكيل حكومة جديدة لأن الأولوية الآن هي لوقف الحرب مجموعة من عوان النظام التي شاركت النظام البائل وأجزء كبير من بعض التيارات التي تناهض الثورة كانت تتجه في اتجاه المضي قدما نحو تشكيل حكومة طوارئ أو حكومة تصريف أعمال أثناء الحرب ونحن نعتبر هذا الأمر استباقا للحوار السوداني وحل القضية السودانية التي يجب أن تسهد أولا باتجاه وقف الحرب بين المتصارعين والمتنادعين ثم أن نسهد مباشرة لعملية إنهاء الحرب وبعد الحديث عن إمكانية تشكيل حكومة تصريف أعمال ونقل مجلس السيادة أعماله إلى بورت سودان أكد المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي ياسر عرمان أن مثل هذه الخطوة من شأنها إطالة أمد الحرب والاستمرار في نهب المال العام في الأثناء رأى القيادي بالجبهة الثورية أسامة سعيد أن تشكيل حكومة في بورت سودان تحت أي مسمى يعني الذهاب مباشرة إلى السيناريو الليبي أي حكومة في طرابلس وأخرى في بنغازي لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات